اهلا بكم قالت مصادر امنية وطبية في مصر ان ثمانية من رجال الشرطة قتل واصيب ثلاثة عشر اخرون من بينهم اربعة مدنيين في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وضفت المصادر الامنية ان الهجوم نفذ بقنبلة وضعت في سيارة لتنظيف شوارع كان المهاجمون قد سرقوها قبل بضعة ايام وضفت المصادر ان المهاجمين اطلقوا النار وقذائف صاروخية على نقطة التفتيش واشتبكوا مع قوات الامن فيما هرعت عربات الاسعاف باتجاه الموقع هذا ولم تعلن اي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم شن طائرات النظام السوري غارات على قريتي بسيما وعين الفيجة في وادي برد بريف دمشق الغربي في حين قصفت قوات النظام بالمدافع الثقيلة وصواريخ ارض ارض قرى الوادي ما تسبب بجرح عدد من المدنيين وتزمن ذلك مع اشتباكات دارت بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات المساندة لها على اطراف قريتي كفير الزيت والحسينية في وادي برد ما خلف عشرات القتلى والجرح في صفوف قوات النظام وفي ريف دمشق الشرقي استعدت فصائل المعارضة مواقع كانت قد خسرتها في الساعات الماضية قرب كتيبة الصواريخ في منطقة حزرمة بالغوطة الشرقية عقب اشتباكات مع قوات النظام اصفرت عن سقوط قتلى في صفوف الطرفين وجهت فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية واعلامية ودينية من دير الزور شمال الشرقي سوريا في بيان لها وجهت نداء الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولية وعدد من المنظمة القيمية والانسانية لحماية المدنيين في المحافظة من تنظيم الدولة الاسلامية والقصف الذي يشنه نظام السوري وطائرات التحالف الدولي وقال البيان ان هناك اكثر من ستمائة الف مدني يقبعون تحت الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الاسلامية ونظام الاسد واشار البيان الى نقص في الدواء والغذاء والمياه وجاء في البيان ايضا ان المدنيين يتعرضون لمختلف انواع القصف بما في ذلك القنابل العنقودية والفسفورية المحرمة دوليا ودعا الى تحييد المدنيين عن القصف الجوي والمدفعي الذي تتعرض له المدينة قال رئيس نظام السوري بشار الاسد ان حكومته مستعدة للتفاوض بشأن كل شيء في محادثات السلام المقترحة في كازاخستان لكنه اشار الى انه لم يتضح بعد من سيمثل المعارضة ولم يجري تحديد موعد للمفاوضات وفي تصريحات ادل بها لوسائل اعلام فرنسية رأى الاسد ان اتفاق وقف اطلاق النار قد انتهك وان دور جيشه واستعادة منطقة قرب دمشق يسيطر فيها مقاتل المعارضة على المصدر الرئيس للمياه في العاصمة السورية وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت حكومته مستعدة لبحث وضعه بصفته رئيسا للبلاد قال الاسد ان منصبه يتعلق بالدستور واذا ما ارادت المعارضة مناقشة هذه النقطة فعليها مناقشة الدستور مشيرا الى ان اي امر دستوري يجب ان يطرح في استفتاء شعبي شن الطائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الحثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تاعز جنوبي اليمن يأتي ذلك بينما يتواصل القصف المدفعي المتبادل بين المقاومة الشعبية والحثيين في جبهة الاحكوم بالمحافظة نفسها وفي وقت سابق اعلن الجيش الوطني ان قواته تواصل تقدمها في مدرية الوازعية وتمكنت من تحرير جبال المنصورة وكهبوب بالكامل من المسلحين الحثيين وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد فاد مراسلنا بان اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والحثيين والقوات الموالية الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة ثانية في منطقة يعيس معنا من صنعى مراسلنا خليل القاهري خليل ما الذي يمكن ان يضاف من تفاصيل حول التطورات الميدانية الى ما جاء في الخبر نعم يعني التطورات الابرز هشام خلال الساعات الماضية وحتى الان هي منحصرة بشكل اكبر وبشكل رئيسي في مناطق الساحل الغربي من تعز وتحديدا في مناطق ذباب والمخاء القريبة من باب المندب وذلك بعد اعلان القوات الموالية للرئيس هادي والمقاومة الشعبية عبر وسائل اعلامها انها سيطرت على معسكر العمر بشكل كامل وانها تتقدم باتجاه مناطق تلي المعسكر وبالتحديد مناطق الجديد القريبة التي تلي هذا المعسكر وانها تمكنت من الحصول على غنائم كبيرة وعتاد عسكري بعد سيطرتها على هذا المعسكر وفي هذه اللحظات ايضا وفقا لسكان محليين ما تزال المواجهات مستمرة في تلك المناطق ومعارك الكر والفر ايضا متزال متواصلة في مناطق الساحل الغربي من الشكل العام هذا بالنسبة لمنطقة الساحل الغربي التي تشهد اعنف المواجهات خلال الساعات الماضية ولكن ايضا في اتجاه الجنوب الغربي كانت منطقة مقبنة قد شهدت مواجهات عنيفة خلال ساعات الصباح توقفت خلال الساعات الماضية واعلنت المقامة انها استعادت السيطرة على بعض المواقع التي كانت تحت سيطرة الحوثيين وقوات الرئيس السابق بالاضافة الى تتجدد المواجهات بشكل عنيف في الجبهتين الشرقية وتحديدا محيط معسكر التشريفات وفعبات والدعوة والمكلكم وايضا التطور الابرز كان عودة مواجهات الجبهة الجنوبية الشرقية وتحديدا منطقة تصل بتجدد المواجهات في منطقتين السيار والصيرتين التابعتين للمديرية وايضا المواجهات كانت في الجبهة الجنوبية الرابطة بين التعز وعدا تحديدا في منطقتين الأحكوم والمقاطر هذا بالنسبة لجبهة التعز كانت طيران التحارف حفظ سلسلة غارات في هذه المنطقة وأيضا في مناطق ميدي وحرض التابعتين لمحافظة حجة شمال غرب البلاد من صنعاء مراسلنا خليل القاهري شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل إلى الشأن العراقي الآن حيث شرعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب اليوم بتطويق مبنى جامعة الموصل في الجانب الأيصر للمدينة يتهد في وقت علنت خلية إعلام الحربي وصول وحدات النخبة العراقية إلى الجسر الرابع إلى ضفة نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى قسمين شرقي وغربي بعد عشرة أيام من انطلاق المرحلة الثانية من الحملة العسكرية في الموصل استعادت القوات العراقية سبعة عشر حيا شرق المدينة وجنوبها وباتت قوات جهاز مكافحة الإرهاب على مشارف جامعة الموصل شمالا كما اقتحمت حي البعث الثانية لتصل إلى الجسر الرابع على ضفة نهر دجلة جنوب شرقي المدينة اليوم كان تقدم كبير لأبطاننا في قوات جهاز مكافحة الإرهاب حيث تم تحرير حي الغفران الذي يقع شمال حي الوحدة وأيضا تم تحرير حي الفرقان وتمرأ في العلم العراقي فوق مبانيه التطور الأبرز في العمليات الميدانية سجلته وحدات النخبة التي فاجأت عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بعبور نهر الخاصر ليلا الذي كان التنظيم يعتبره من أهم خطوط دفاعاته بالإضافة إلى انسحابه من حي الكرامة شمالي الموصل بخسارة منطقة الكرامة داعش ما عنده شي خسر بعد في الضفة اليسر أنا أعتقد قرر انسحاب للضفة اليمنى تنتظن معركة كبيرة ربما طويلة في الضفة اليمنى من نهر دجلة ومع تواصل المعارك تزداد موجات النازحين الذين بلغت أعدادهم أكثر من 150 ألفا تم إيواؤهم في مخيمات على أطراف الموصل مخيمات وإن وفرت لهم الأمن إلا أنها لم تمنع عنهم قسوة فصل الشتاء القوات العراقية واصلت العمليات العسكرية خلال الأيام العشرة الماضية دون أن تمنح التنظيم فرصة لالتقاط الأنفاس ناهيك عن قطع خطوط إمداد التنظيم بعد تطبيق خطة العزل والتطويق للأحياء طارق مهر التلفزيون العربي بغداد ابقى معنا من بغداد مراسلنا طارق مهر إذا طارق ما حجم التقدم الذي حققته القوات العراقية في معركة الموصل إلى حد الآن هشام مضت عشرة أيام على بدء المرحلة الثانية من الحملة العسكرية لاستعادة الموصل تمكنت القوات العراقية التي تتمثل بوحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع من بسط سيطرتها على 51 حيا من مجموع 56 حيا تؤلف بموجملها الجهة الشرقية من مدينة الموصل وبالتالي الهدف الرئيس لهذه القوات التقدم نحو ضفة نهر دجلة تحقق فعليا الجزء اليسير من هذا الهدف بالوصول إلى الجسر الرابع ولا بد على القوات العراقية من الوصول إلى الجسور الأربعة المتبقية بعدها يتم الإعلان عن بسط السيطرة على كامل الرقعة الجغرافية للجهة الشرقية أو الساحل الأيسر من مدينة الموصل وهو ما يعني أن القوات العراقية ستكمل حينها نصف المهمة لكي تعبر نهر دجلة عبر أحد الجسور نحو الجهة الغربية أو اليمنى أو كما يسميها الأهالي الساحل الأيمن لكي تبدأ المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية وهي توصف بحسب قيادة العمليات المشتركة بأنها الأكثر تعقيدا وصعوبة نظرا لتداخل المنازل والأحياء في الجهة الغربية على عكس المنطقة الشرقية التي تقاتل فيها القوات العراقية منذ نحو عشرة أسابيع والتي توصف بأنها واسعة جغرافيا وبالإمكان الحركة فيها حتى لدبابات الإبرامز وحتى ربما لناقلات الجنود لكن مهمة القوات العراقية تزداد صعوبة مع تقدمها نحو الجهة الغربية في مدينة الموصل من بغداد مراسلنا طارق ماهر شكرا جزيلا لك أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خيمة عزاء الشهيد الفلسطيني فادي القنبر منفذ عملية الدهسة التي وقعت أمس في القدس والتي أوقعت أربعة قتلى في صفوف جيش الاحتلال وفي وقت سابق اعتقلت سلطات الاحتلال جميع أفراد أسرته للتحقيق معهم كما تعهدت بهدم منزله يعيد أقارب وجيران شهيد الفلسطيني فادي القنبر نصبة خيمة العزاء التي أقيمت لأجله بعد أن أزلتها قوات الاحتلال لم تكن إزالة الخيمة الأمر الوحيد الذي فعله جيش الاحتلال في حي جبل المكبر بالقدسة ردا على عملية الدهسة التي نفذها القنبر والتي أوقعت أربعة قتلى في صفوف الجيش فقد اعتقل تسعة من أفراد أسرة الشهيد كما عزز من تواجده العسكري في الحي مغلقا عددا من مداخله رحم الله الشهيد وكل الشهداء وكل كتر الدم نزلت من أبناء الشعب الفلسطيني لضحر هذا الاحتلال النازي المتوحش الذي يريد مننا الاستسلام والهروب والركوع لم نركع ولم نهرب وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أوعزت بهدم منزل القنبر في أقرب وقت وحضرت تسليم جثمانه كما هددت باعتقال أي فلسطيني يدعم العمليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت ذاته ادعت أن العمليات التي ينفذها فلسطينيون جزء لا يتجزأ من تلك التي حصلت في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا وأوقعت قتلى بين المدنيين يرى الفلسطينيون أن مقاربة الاحتلال بين عمليات التنظيمات المتطرفة كتلك التي تعرف بالدولة الإسلامية والعمليات الفلسطينية تضليلا للمجتمع الدولي للتغطية على جرائم الاحتلال مؤكدين في الوقت ذاته أن عملياتهم تستهدف مستوطنين وجنودا مسلحين على أراضي محتلة بشر صغير التلفزيون العربي القدس نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل البرلمان التركي يبحث حزمة تعديلات دستورية تقترح تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي أهلا بكم من جديد يناقش البرلمان التركي حزمة تعديلات دستورية من شأنها فيما لو أقرت تحويل نظام البلاد من برلماني إلى رئاسي ومن المتوقع أن تستمر مناقشاته حتى نهاية شهر الجري وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم بهذه تعديلات وعرضها على الأحزاب التركية ولاقت قابولا من حزب الحركة القومية المعارض وحده ورفضتها باقي الأحزاب خطوة جديدة نحو الانتقال إلى النظام الرئاسي تحت قبة البرلمان وأمام جميع أعضائه تتم مناقشة مسودة الدستور التي وافقت عليها اللجنة الدستورية للبرلمان ثمانية عشر مادة سيتم التصويت عليها من قبل أعضاء البرلمان خلال خمسة عشر يوما وفي حال حصول كل مادة منفردة ومجتمعة على تأييد ثلاثمائة وثلاثين نائبا فسيتم تحويل هذه التعديلات إلى استفتاء شعبي للإقرار بها أو رفضها جميع المواشرات تشير لأن التعديلات الدستورية ستخضع الاستفتاء شعبي والاستطلاعات الرأي تشير لقبول 56% من الشعب بهذه التعديلات لكن أعتقد أن نتائج الاستفتاء ستتأثر في حال حصول أزمة اقتصادية حزب العدالة والتنمية يعول كثيرا على رصيده لدى الشارع التركي في قبول التغييرات في حين تسعى المعارضة إلى حشد أنصارها لإفشال المشروع خشية منها تسليم البلاد إلى سلطة الشخص الواحد وإفراغ البرلمان من دوره في الرقابة على عمل الحكومة كثيرا ما يؤكد حزب العدالة والتنمية على ضرورة التعديلات الدستورية من أجل مصالح البلاد داخليا وخارجيا في حين أن المعارضة تسر على اختزال تلك التعديلات باسم الدستور الرئاسي وذلك للطعن بها والإشارة إلى أنها رغبة الرئيس التركي في الإمساك بمقاليد الحكم أحمد غنام التلفزيون العربي إسطنبول وصف المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف تقرير لولايات المتحدة الذي تتهم فيه روسيا بالقيام بهجمات إلكترونية ضد واشنطن بأنه مخيب للأمال واستبعد بيسكوف في تصريحات صحفية بشكل قاطع تورط مسؤولين أو مؤسسات رسمية روسية بأي هجمات في قرصنة وأضف بيسكوف أن الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة منح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون وسام الأرز الوطني للمطيران الراحل إلاريون كابوجي خلال مراسم جنازته في كنيسة سيدة البشرة وكان بطريار كوانتاكيا وسائر المشرق للملكيين الروم الكاثوليك جريغوريوس الثالث لحام الذي ترأس مراسم جنازة النائب البطرياركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في القدس وفلسطين إلاريون كابوجي قال في عظته الأخيرة أنه أصبح رمزاً للقضية الفلسطينية ونذر حياته لفلسطين وقضيتها وظل يدافع عنها حتى آخر رمق من حياته معرباً عن رغبته بالعودة إليها بعد منفاه كي يكون قريباً من الفلسطينيين ويشاركهم في عذابهم وألامهم المطران كابوجي كان سلاح الصلاة والمعنويات العالية ويمثل الصدقة والإخلاص للقضية الفلسطينية والقضية الإنسانية إنه شخصية سورية فلسطينية لبنانية عربية شاملة نحتاج اليوم إلى كابوجي كما كان معنا في الأمس وحتى اليوم والآن مع جولة في أخبار المال والأعمال قالت شركة فوكسفاكن الألمانية اليوم إن اختتمت عام 2016 بتسليم 5.99 مليون سيارة ركاب تحمل علامتها التجارية محققة ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 2.8% وذلك بفضل مبيعاتها في الصين أكبر أسواق الشركة ففي حين خفضت المبيعات الشهرية للشركة في ألمانيا بنسبة 14.3% في ديسمبر الماضي فقد ارتفعت في الصين بنسبة 28% يجد ملايون البريطانيين اليوم صعوبة في التنقل بسبب إضراب عمال خطوط السكك الحديدية الذي بدأ منذ مساء يوم أمس ويستمر لمدة 24 ساعة وجاء الإضراب على خلفية تقليل العاملين في محطات القطارات خلال السنوات الأخيرة الإضراب الذي أدى إلى أغلاق معظم محطات القطارات في وسط لندن سيؤثر في حياة أكثر من 4 ملايين شخص يستخدمون القطارات بشكل يومي قالت شركة أوبر وكارين في السعودية إن 80% من عملائها هم من النساء وانطلاقاً من ذلك تأمل المملكة بأن يدعم تطبيق شركتي أوبر وكارين لخدمات سيارات الأجر خطتها لضم 1.3 مليون إمرأة إلى سوق العمل بحلول عام 2030 وتسهم إطاحة وسيلة للنساء للذهاب إلى العمل في تحقيق هدف الخطة بزيادة نسبة النساء العاملات 5% في السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 28% يذكر أن صندوق الثروة السيادي السعودي استثمر 3.5 مليار دولار في أوبر في يونيو حزيران 2016 بينما اشتر شركة الاتصالات السعودية 10% من أسهم كارين مقابل 100 مليون دولار هبطت الليرة تركية 1% لتسجل مستوى مخفضاً قياسياً عند ثلاثة ليرات وثمانية وستين قشاً للدولار اليوم مع ارتفاع العملة الأمريكية بفضل بيانات نمو قوية للاقتصاد في أمريكا بالإضافة إلى مخاوفة سياسية وأمنية واقتصادية محلية تؤثر بشكل كبير في الليرة التركية انطلقت في جنيف جولة جديدة من مفوضات السلام بين القبارسة اليونانين والقبارسة الأتراك برعاية الأمم المتحدة لإنهاء أكثر من أربعة عقود من الانقسام في الجزيرة ويتصدر جدوى الأعمال المباحثات ملفات شائكة كالممتلكات وتبادل الأراضي والقوات التركية المنتشرة في قبرص جنيف تعيد شكل سجادتها الحمراء جديدة تحاول هذه المدينة الأممية تنظيف ما كدر أجواء محادثات الانقسام القبرصي ثلاثة أيام من عمر الأزمة القبرصية تفصل زعامات الجزيرة المتوسطية عن إحداث خرق في عقدة طال بها المقام منذ أكثر من أربعين عاما وما لم تفصح عنه ابتسامات الزعيمين أمام عدسات الكاميرات فإن الحل ما يزال تائها بين ثالوث التشاؤم والتفاؤل والحذر اسألوني عندما ننتهي يلخص الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس آنستاسيادس أجواء العقبة الكأدة إقامة اتحاد من دولتين تتقاسمان السلطة السياسية على قدم المساواة دولة قبرصية يونانية في الجنوب وقبرص التركية في الشمال تحت الخطوط الفاصلة التي يقامها الاجتياح العسكري التركي في تموز يوليو عام 74 من القرن الماضي لكن للأمم المتحدة ما يحملها على التفاؤل فالجانبان يتفاوضان بالفعل منذ عشرين شهرا تقاربا في العديد من القضايا بينها الحرية لسكان الجزئين في التنقل والإقامة في كلتا الدولتين لكن من يعبر عن تشاؤمه يرى أن المفاوضات وصلت إلى نقطة يجب على الطرفين عندها كشف أوراقهما بما في ذلك ما يخص القضية الأساسية لتعيين الحدود النهائية بين الدولتين أعلنت باكستان اليوم أنها أطلقت أول صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية من علامة غواصة وأطلق الصاروخ الذي يصل مداهل 450 كيلو مترا من المحيط الهندي ومن المرجح أن يؤجي ذلك التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان يذكر أن باكستان والهند قد اشتبكتا في ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 وكل من الدولتين يطور صواريخ منذ أن أجريتا تجارب نووية في مايو أيار عام 1998 والآن مع باقى في أهم أخبار الرياضة تعادل برسلونة مساء أمس أمام مضيفه فياريال بهدف لكل منهما في الأسبوع السابع عشر من دور اللاليغة بياريال افتتح باب التلجيل عن طريق الإيطالي نوكولاس سانسوني في الدقيقة الخمسين فيما أدرك البارسا التعادل عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء وبهذا التعادل احتل برسلونة المركز الثالثة برصيد 35 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المتصدر ريال مدريد يسعى الأخوية إلى الابتعاد أكثر بصدرات ترتيب دوري نجوم قطر عندما يستضيف اليوم نظيره الغرافة صاحب المركز الرابع ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من المسابقة ويعمل الأخوية في مواصلة عروضه القوية والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم فيما يطمح الغرافة إلى مواصلة صحوته بعد فوجه الأخير على الأهلي والاختراب أكثر نحو الصدر هذا ولم يتمكن الغرافة من تحقيق الانتصار على الأخوية منذ عام 2012 يستضيف الجزيرة نظيره الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي ويسعى أصحاب الأرض الذين سبق لهم أن توجوا بلاقب المسابقة مرة واحدة إلى استعادة توازنهم بعد الخروج من كأس رئيس الدولة على يد الوحدة الأسبوع الماضي ومواصلة حلم التتويج بثنائية محلية هذا الموسم فيما يطمح الأهلي إلى الاقتراب خطوة أخرى نحو التتويج بلاقب للمرة الثالثة في تاريخه على الرغم من غياب ستة من لاعبي عن اللقاء بداع الإيقاف والإصابة توجى البلغاري جريغور ديمتروف المصنف السابع بلقب فرد الرجال في بطولة بريزمن الدولية للتنس في استراليا بعد تغلبه على منافسه الياباني كيني شيكوري المصنف الثالث بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع ستة اثنين واثنين ستة وستة ثلاثة وتعد هذه أول بطولة يفوز بها ديمتروف منذ عامين ونصف وهو اللقب الخامس له خلال مسيرته الاحترافية افتتحت في قطاع غزة مؤخرا مكتبة الخضر للأطفال التي يقيمت في مقام النبي الخضر الأثري بمدينة دير البلح وكان المقام الأثري قد أغلق لأكثر من عشر سنوات ثم أعادت جمعية نوات رميمه وتحويله من مكان مهمل إلى مكتبة يستفيد منها أطفال القطاع مقام الخضر الأثري من أقدم المباني الأثرية الفلسطينية في غزة يبدو للوهلة الأولى أشبه بمكتبة عادية لكنه غير ذلك المقام وبعد سنوات من الإهمال تحول إلى معلم ثقافي يجمع بين المعرفة والتاريخ تحت سقف واحد شدنا كثير أنه مكان أثري وحلو كثير أن الأطفال في هذا العمر يدركوا أنه غزة فيها مواقع أثرية منيحة وفي نفس الوقت ممكن نقضي فيه وقت يستفيدوا منه يقرأوا يكون مكان محبب إلهم كمان على مساحة 450 مترا تقريبا وفي أزقة مدينة دير البلح وأستقطاع غزة انتهت أعمال ترميم مقام الخضر الأثري وتحويله من مكان لممارسة الشعوذة والخرافات إلى مكتبة للأطفال مكتبة الخضر تم تجهيزة بيقارب 4000 مادة مكتبية ملائمة للأطفال خدمات المكتبة ستكون موجهة للأطفال من عمر 14 إلى 12 سنة ستكون أيضا بالإضافة للأهالي للتربوين والتربويات ضعف الإمكانات الحكومية دفع وزارة السياحة والأثر بغزة إلى فتح المجال للجمعيات والمؤسسات الأهلية للاستثمار في هذه المعالم الأثرية وإعادة ترميمها طبعا الوزارة توجهت بعد دراسة لعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الخاصة العمل على عملية توفير تربة خصبة لعملية ترميم الأماكن الأثرية في ظل الوضع الاقتصادي الصعام وكان مقام الخضر يعد كدار للعبادة منذ مئات السنين في قطاع غزة ما لا يقل عن مئة معلم أثري كهذا المكان معالم أثرية تفتقد في معظمها بريقها بل وتصارع من أجل البقاء في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة باس الخلفة تلفزيون العربي قطاع غزة بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زروا موقعنا على الانترنت العربي دو تي في كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله